يا شيء كوزي بيبعث لي مقاطع إباحية رومانسية من غير أعضاء وبيقول لي مش حرام علشان تتعلمي وبيقول لي ده رومانسي بدافع إنه حرك أحاسيسي ده عادي ولا حرام ويقول علي دايما برده ومعنديش أحاسيس الله يا بنتي يعني عقول لك إيه بس إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وعلشان كده مش مستغرب اللي بسمعه واللي بقراه ولا اللي بيجينا عبر الصفحة ولكن أنا عايز أقول لك يا أخي الكريم الجنة لا يدخلها دايوس الجنة لا يدخلها دايوس يا حبيبي علم مراتك على رأسي بس تعلم مراتك من خلال وحدة من أهل الخبرة يتكلموا معاه لكن اللي انت بتعمله ده يا حبيبي اسمه داياثة اسمه إيه اسمه داياثة الجنة مش هيدخلها لواحد دايوس ولاحد بقرون سامحني يعني وفي نفس الوقت الجنة تحتاجوا إلى قرائم الأخلاق وكريم الصفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بيقوله أنا بابقى لوحدي ينفع يعني بقعد براحتي كده أخرج مثلا من الحمام عاري كده حد الصالة كده وبعدين ألبس شرط الفلينة براحتي يعني ما محدش معايا قال فالله أولى أن يستحيا من فالله أولى أن يستحيا من الكلام ده حرام والكلام ده لا يجوز النظر إليه والكلام ده إن أفتاك به أحد فهو ظل مضل وإن كانت فتواك من رأسك فاعلم أن الشيطان سلطانك قد أغواك فاتق الله وعد ونصيحة إياك أن تفسد زوجتك إيه وعتاخد بأيديها للطريق ده وبعدين والله وسمحني يا سيد أحمد والله كنت في مشكلة قوية جدا 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 كانت مقدمتها حاجة زي كده وبعدين الستي صارت في هذا الركب ونظرت ورأت وارتأت ولما رأت وارتأت حسبة المدة الزمنية اللي هي في الفيلم وانتوا فاهميني وأنا فاهمكم وبعدين فلاقيت إن صاحبنا ما بيستغرقش نفس المدة الزمنية اللي في الفيلم فسلكت الطريق تبحث عن ما في الفيلم حتى وقعت بس كان الوقوع بعد فوات الأوان كان الوقوع بعدما الراجل يعني وصل إلى مرحلة يتردى لها وانا بعف أسمعكم إن أنا أقول لكم أنا سمعت إيه وعرفت إيه في تلك الجلسة اللي ما قدرش أقول كانت مرضية ولكن البداية كانت زي كده فاتق الله وعد إلى ربك واسترض ربك ولا مانع من الذهاب بها إلى طبيبة أو إلى أهل الخبرات من النساء إن كنت ترغب في الحلال فلو أنت شايف ما فأش أمل فقد أتاح الله لك سلاسة أبواب من الحلال غيرها ولكنك لا تقدم على الحرام بها فتهوى بها إلى النار وهي معك توبوا إلى الله واستغشروه شكرا للمشاهدة